اهلا وسهلا بكم في برنامجنا زي السكر انا نورمين هن والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض نوعين من اللحم الضاني هنعملهم برضو في الـ Air Fryer هنشوف استعمالات للـ Air Fryer احنا مكناش بنستعملها الى اقصى حد لها نستفيد بيها فالنهاردة هنعمل ان شاء الله نوعين من الضاني اول واحدة هنعمل ريش ضاني وتاني حاجة هنعمل كفتة ضاني نقول المقدير مع بعض عندنا بالنسبة للريش الضاني عندنا 3-4 كوب بانكوب او ممكن نستعمل بقصمات عادي اتنين معلقة كبيرة زبدة مذابة واحد معلقة واحد بيضة اتنين معلقة مستردة ممكن تكون دي جان ممكن تكون عادية واحد معلقة كبيرة دقيق واحد ونص معلقة صغيرة مستردة بودرة نص معلقة صغيرة توم بودرة ربع معلقة صغيرة ملح ربع معلقة صغيرة شطا وتلاتة أو أربعة رياش ضاني على حسب الحج بالنسبة للكفتة الضاني عندنا تلتين كوب زبادي يفضل يكون زبادي يوناني عندنا اتنين ونص معلقة كبيرة شباة مفروم واحد فص طوم مفروم ملح وفلفل 250 جرام لحمة ضاني مفرومة ربع معلقة صغيرة كمون بودرة ربع معلقة صغيرة إرفة مطحونة ربع كوب مية وربع معلقة صغيرة بش بردق نبتدي بالرياش بالنسبة للرياش هحط الدقيق في طبق وهحط بقية التوبل مع البانكو ونخلطهم مع بعض حطة مصدردة شطة وملح نجيب شوكة ونقلبهم مع بعض زبدة حسياحة ربع معلقة صغيرة بش بردق نسمتونق، pepper نسمتونق طبق ربع معلقة بش Vega الزبدة هخلطها مع البانكو عايزة يبقى متشرب بالزبدة علشان ياخد لون حلو فيه الارفراير وحخلط المسطر دا مع البيت ونخلطهم مع بعض ودلوقتي اخد الريش والريش يفضل ان هي تكون مدقوقة بالشاكوش بتاع اللحمة بدقها شوية علشان ما يبقاش فيها حتا تخينها وحيتا ترفاياها وكلها تستوي في نفس الوقت الريش نبقى منشفينها كويس وبالتالي مش بتحتاج دقيق كتير يدوب بس حاجة بسيطة خالص علشان البيض والبسترما يلزقوا فيها بسهولة وبعد كده اخدها احطها في البيض مع البسترما البيض مع المستردا ناسا البيض مع البنكو وبعدين في البنكو وممكن نستعمل البقصمات العادي خالص كده جهزناهم يبقى فاضل ان احنا نحطهم في الارفراير ممكن نستعمل ورق زبدة نحطه في قاع الارفراير ممكن ما نستعملش حاجة خالص لو احنا مش هنحتاج ان احنا نستعمل الارفراير كتير ممكن نحطها في الباسكت على طول لكن عشان ما نوسخش بسرعة ونقدر نعمل كذا دور وراء بعد حتيت القاع بتاع صنية التارت او تشيز كيك او اي قاع نقدر ندخله في الارفراير وهحط الرياش ما نحطهمش فوق بعض نحطهم بس كده جنب بعض وبعد كده هنشغل الارفراير على طرجة حرارة 200 وحيقعدوا في الارفراير حوالي 15 دقيقة وكده نكون خلصنا اول وصفة الرياش ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الكفتة مع بعض موسيقى اهلا وسهلا بكم رجعنا بعد الفاصل نعمل مع بعض الكفتة الضانية هناخد الزبادي بشر البرتقان التوم التوم شوية من الشبات وشوية ملح موسيقى وحنخلط دول مع بعض موسيقى 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 ودلوقتي همضيف بقية المقادير كلها مع معلقتين الزبادي اللي خليناهم لوحدهم وبالنسبة للميا حنشوف لو الخليط محتاج يتحط له شوية ميا بحيث انه هو يعني كان اصلا مش حاسين انه هو طري كفاية ولا مش هنحتاج الميا ده على حسب اللحمة فيها ميا كتير ولا لأ فالميا دي مجرد حسب الحاجة وحنلخبط الكفتة او اللحمة المفرومة اللحمة الدانية المفرومة مع كل المقادير محتاج ناشي الميا واجيب طبقه ابتدي اشكل في الكفتة وبعد ما نشاكل الكفتة حنحطها في الارفراير وحتدخل برضو على درجة حرارة 200 وحتعد في الارفراير حوالي ربع ساعة ترجمة نانسي قنقر هنهط برضو قاعدة صنية التارت وندخل الكفتة وحنشغلها برضو على درجة حرارة 200 لمدة 15 دقيقة بس ممكن تاخد اقل لان حجم الكفتة مش كبير كده الريش جاهزة وده يكون شكلها وده الوقت نبص على الكفتة مستمدل ميزة 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 وده بيكون شاكي الكفتة بعد ما بتطلع من الارفراير وبنقدم معاها سوس زيادة للي يحب ياخد سوس زيادة بنفس طعم التدبيلة اللي حطنا جواها وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة يارب تكون عجبتكم وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرت الله إن شاء الله اشتركوا في القناة